في خطوة تهدف إلى هدم ما تبقى من كيان الدولة عمدت الميليشيا إلى إجبار الهيئات والوزارات على استخدام ما يسمى بنظام البطائق التموينية بديلاً عن الراتب الذي لم يصرف لموظف الدولة منذ ثمانية أشهر بعد عامين من حرب الميليشيا وتقويضها للنظام المالي والاقتصادي للبلاد وجهت الميليشيا عبر مذكرة رسمية إلى وزارة المالية الخاضعة لسيطرتها بضرورة تطبيق نظام البطاقة التموينية في كافة الجهات الحكومية وفي القطاعين العام والمقتلط قرار ميليشيا الحوثي لقي صده في بعض المؤسسات الحكومية حيث قامت بتوزيع الكسائم على بعض موظفيها فيما امتنعت الكثير من المؤسسات من تطبيق ذلك خوفاً على حقوق موظفيها تهدف الميليشيا من خلال هذه السياسة إلى احتكار نقاط البيع والتحكم بالأسعار حيث اشتاكل عديد ممن يمتلكون هذه البطائق من وجود زيادة سعرية على السلع وصلت إلى حد الاستغلال والاحتيال على الموظفين يرى مراقبون أن خطوة الميليشيا تهدف إلى احتكار السلع وخلق رأس مال اقتصادي جديد ينتمي للميليشيا الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح التجار والمواطنين على حد سواء ترجمة نانسي قنقر